السلام عليكم و أهليم فيكم في فيدي جيد اليوم سنتحدث عن البيت الرابع للايو اس 17 ما هي الميزات التي نزلت فيه كل شيء طبعا هناك بيتات ثانية أو نستخدم تجربية ثانية طبعا البيت الرابع هذا نزل في النهاية H للايو اس والايبادو اس نفس الشيء نزل عندنا برضو الماك اس 14 بيت الرابع في النهاية G والواتش اس برضو 10 بيت الرابع في النهاية I مثل ما نشوف والتي في اس 17 البيت الرابع في النهاية F وبرضو رزل عندنا اليربوت سبرو البيتا الثاني يعتبر معروف اليربوت سبرو الآن عندنا ميزة الادابتف مثل ما نشوف لو نفتح مثلا شبكنا على اليربوت هنا نجربها معاكم ونشبك على اليربوت الآن يطلع عندنا خيار جريد في البيتا لو نضغط هنا راح نشل الخيار الجريد المتكيف هذا الخيار راح ينزل معانا لحق اليربوت سبرو ممكن ما علي و السبنتين راح تنزل هذا الميزة انه راح يكون مختلط بين الشفافية وبين القاء الضجيج في النص ويجب تكلم ينكسر الصوت وكل شيء وديم سوي لكم فيديو من الفصل لها لكن هذه الميزة وهذا البيت اللي ننزل الآن الثاني ان البيت الاول كانت في مشاكل بالنسبة لي كانت لدي مشاكل اليربوت لازم كل مرة فرمتها ما تشبك على الجهاز وبرضو ما يشتقل الموضوع الشفافية كويس عندي فالآن حلت هذا الفادي النسخة لو نتكلم لكم عن ميزات الجديدة في البيت الرابع هنا أول حاجة المودم فرموير لحق لقطة الشبكة صار الآن 2.06.01 لشخاص في البيت الثالث كانت تده مشاكل بالشبكة وغيرها يعتبر الآن تصلح أو انها جابت لدي مشاكل ثانية المهم انه في تغيير في المودم لو نروح لكم للأدادات وننزل لكم تحت نروح حق عام ونروح حق خيار الإرسال السريع أو الإيردروب الآن في خيار هنا جديد يقدر نتطفي عندنا هذا حلو انك تقرب جهاز ثاني آيفونية من الجهاز هذا وينقل اسمك وينقل أي شيء عندك بدلا أنك ما تسوي إرسال لكن مش حلو للأشخاص اللي عندهم أجهزة كثيرة يعني عندك جهازين كل شو تقربين وبعض انتقل هذا الشيء فحلو انك تطفي من أجهزتك كلها وتخلي الجهاز الوحيد اللي تنقل فيه شغال علشان لو تريد تستخدم هذه الشيء مع شخص تقدر تستخدمها لكن إذا كان عندك جهازة كثيرة الآن حلو انك تطفي الميزة هذه من جميع جهازتك وتخلي الجهاز الوحيد اللي راح تستخدمها كثير وبتنقل يعني عارف انك تنقل أشياء وتستخدم هذه الميزة فيه فحلو ان ابل حطتها الآن خيار انك تقدر تطفيها وأيضا في الأرادات هنا لو مرح الخيار الهوم سكرين أو الشاشة الرئيسية الايقونة هنا تغيرت عندنا مثل ما نشوف من البيتة الثالثة إلى البيتة الرابع ولو نروح لكم لحق الاستعداد الآن نزل عندنا خيار تحت مثل ما نشوف انك تقدر تشوف البريفيو الحق إذا جاءت عندك تقدر تشقلها وتطفيها كده الآن لازم تسوي تاب إذا كان الجهاز عندك في وضع الاستعداد الوضع هذا مثل ما نشوف هذا الوضع الستند باي فالآن لو جاءتك الشعارات ما يحتاج تطلعها لك لتلمس الشاشة انت لكي تقدر تقرأ الشعارات فحركة حلوة وانك حطرة مثلا في المكتب ويمك اشخاص ما يحتاج تطلع الشعارات عندك ويقرون هون في تغير جريدة الآن في الرسائل ونفتح الرسائل عندنا هنا نضغط هنا الخيار فالايقونات تغيرت عندنا الصور في البيت الثالث كانت تعطيني هنا اخر صورة بصورها انت تطلع لك انت هنا الآن أبل حطتها بالخيار وخلت الايقونات كلهم دوائر مثل ما نشوف كل الايقونات دوائر كانت هنا بزيل بيضاوية او شيء تغيرت عندنا برضو في بعض الخيارات المتجر صار دائري المسيغة صارت دائرة فأبل خلت الخيارات كلها بشكل الدوائر هنا موجودة طبعا إلى الآن تقدر ترفع الأشياء اللي تستخدمون كثير تغير الخيارات اللي موجودة عندنا وبرضو في برنامج الطقس في بعض التغيرات خفيفة وبعض الكلمات تغيرت فما يحتاج أن نفتح البرنامج اللي نتكلم عنه كثير وفي الكنترول سنتر هنا ايقونة الريموت الأشخاص اللي عندهم أبل تيفي وقدروا نطعم هذه الخيارات كلها من العدادات اللي لو تخش مركز التحكم راح تشوف الخيارات عندنا تضيفهم فوق لكن الآن الريموت تغير شكله مثل ما نشوف برضو في الإير بلاي في أنيميشن جديد هناك موجود ما يحتاج أن نفتحه أو البرنامج صحتي برضو بعض الكلمات تغيرت هناك ما يحتاج أن نتكلم عنها لكن هذه بعض الأشياء اللي اتصارت في الأيوس سفنتين البيت الرابع ولو نخش برضو العدادات نروح حق الخصوصية والأمان نروح تحت لحق تحذير المحتوى الحساس لو انشغله صار عندنا خيار جديد لحق جهة الاتصال هنا موجود ما كان عندنا موجود أول لكن الآن اضافت قبل الجهة الاتصال لا مدري ليش رسائل الفيديو دي الشكل ما حطت الفيستايم وبرضو لو نرجع لحق خيار تسهيلات الاستخدام شاشة العرض وحجم النص ونضغط عليها راح نشوف عندنا خيار تفضيل النص الأفغي مثل ما نشوف لحق بعض اللغات اللي يكونون أفغي مشعمودي ففي خيار جديد موجود عندهم هنا طبعا برضو في الأيكواد اللي موجوده في الإيو السبنتين موجودة حين اكتشاف لحق الزر اللي متكلمين انه راح يتغير راح يكون مش زر مثل ما نشوف الصامت هذا راح يكون ضغط راح يكون نفس الأزرار هذي الثانية حتى لو انه كان يعني براشر او بالهبتك انجين او لا اهم شي انه راح يتغير هذا الزر وراح يكون تقدر تسوي لكاستم وكيفيك تابيه الصايلات مود تابيه لحق الفلاش والسكرينشوت والأشياء الثانية راح نشوف ضغطة واحدة ضغطتين شي اللي بتسوي فيه فهذا الزر اللي راح يتغير لحق الايفون القادم هذي موجودة في الاكواد مش الصورة هذي لا لكن في الاكواد موجودة في الايوس 17 في ميزة في الحق الايفون لحق اكشن بوتن او في زر لحق الاكشن نفس ما هو موجود لحق الابل واتش اللي موجودة عندنا هنا فنشوف فتقريبا هذي جميع الميزات لحق الايوس 17 البيت الرابع ونشوف في المستقبل خلاص حين بيت الخامس السادس اتوقع نابل تبدأ تجهزي إذا ما كان الخامس السادس بالكهير تبدأ تنزل البيتات الثانية راح تكون بس حل المشاكل الموجودة خلصنا من الميزات خلصنا من كل شيء وثبتنا الميزات اللي نبيها الان تبدأ تدقق على النظام حرارة النظام حرارة الجهاز الاستهلاك والبطارية الأشياء الثانية كلها التعليق مع التعليق عشان تجهزة الى النزول نتوقع ان راح ينزل الكل مع مؤتمر ابر راح نعرف كل شيء في النصف سبتمبر ان شاء الله راح ينزل الكل هذا في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالغناة اشتراك بالحساب اشتراك بالحساب اشتراك بالعمل لكم و لا تنسوا نظر دعاكم والسلام عليكم اشتراك بالحساب اشتراك بالحساب